الدعاء هو العبادة فالدعاء عبادة بذاته يؤجر الداعي عليها سواء رأى الإجابة أم لا فربما يدعو الإنسان ويدعو ولا يجد لدعائه أثرا ظاهرا فيقنط لذلك ويترك الدعاء وينبغي لمن وقع له ذلك أن يستقر في قلبه أمور أولا أن الله سبحانه هو مالك الملك لا راد لفضله ولا معقب لحكمه إن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله فلا اعتراض على عطائه ومنعه ثانيا أن لله تعالى الحكمة البالغة فلا يعطي إلا لحكمه ولا يمنع إلا لحكمه وقد ترى الشيء تظنه خيرا ولكن حكمته سبحانه لا تقتضيه فالطبيب قد يفعل أشياء ظاهرها الأذى ولكنها عين المصلحة ولله المثل الأعلى فتحقق المطلوب قد يكون فيه بلاء للداعي والإنسان لا يعلم عاقبة أمره فربما طلب ما لا تحمد عاقبته ثالثا أن اختيار الله تعالى لعبده خير من اختيار العبد لنفسه فإذا سلم العبد لله وأيقن أن الملك ملكه والأمر أمره وأنه أرحم به من نفسه طابت نفسه وارتاح قلبه سواء قضيت حاجته أم لم تقض رابعا أن تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه فقد يكون ذلك لآفة في الداعي كالمطعم الحرام أو غفلة القلب أثناء الدعاء خامسا قد يكون سبب تأخر الإجابة أن الله تعالى يريد أن يدخر للعبد ثواب دعوته في الآخرة لأنه يعلم أن ذلك خير له من تعجيلها أو يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا وهو لا يعلم فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر فأحسن الظن بربك وقل لعله استجاب لي من حيث لا أعلم ولا تترك الدعاء فإنك لن تعدم منه خيرا قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي